شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور حول إحدى الظواهر الخطيرة التي ساهمت في تحديد مسار حركة التاريخ في الماضي وتساهم في تحديد مسار الحركة في الحاضر وفي المستقبل أيضا وهذه الظاهرة هي ظاهرة الخبلان ونتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع ضمن محاور ثلاثة المحور الأول مفهوم الخبلان المحور الثاني آثار الخبلان المحور الثالث ضرورة مساندة المؤمنين في العراق الجريح أما بالنسبة إلى مفهوم الخبلان علماء اللغة اللغة يقولون إن الخبلان عبارة عن ترك النصرة والمساعدة ولكن الشيء الذي يبدو في عبادة النظر أن هذا التفسير تفسير بالمعنى الأعم وهذه الملاحظة نجدها في كثير من التفسيرات اللغوية توضيح توضيح ذلك عندما يكون هناك واقع قائم يتطلب موقفا معينا فموقف الأفراد تجاه ذلك الواقع يمكن أن يتخذ أحد أشكال ثلاثة الموقف الأول موقف التخريب والإفساد الموقف الثاني موقف الدعنم والإسناد الموقف الثالث موقف اللامبالات والحياد الآن أفرض أننا نعيش أجواء واقعة كربلاء الأفراد لهم إحدى مواقف ثلاثة الموقف الأول موقف التخريب والإفساد وقد تمثل هذا الموقف في موقف جيش عمر بن سعد الموقف الموقف الثاني موقف المناصرة والمؤازرة وقد تمثل هذا الموقف في جيش الإمام الحسين صلوات الله عليه الموقف الموقف الثالث موقف الحياد في إحدى كتب التاريخ ذكر أنه كان هناك جماعة حضروا وكانوا واقفين على التل وكانت قلوبهم مع الإمام الحسين صلوات الله عليه صلوات الله عليه ولكن لم يتخذوا موقفا إيجابيا ذكر بعض المؤرخين أنه كان هناك جماعة فوق التلال المحيطة بميدان المعركة وكانوا يدعون لنصرة الإمام الحسين صلوات الله عليه ولكن أن يساهموا أن يشاركوا ما كان لهم ذلك الموقف الموقف الأخير يعني موقف الحياد هو الذي يطلق عليه الخذلان وإن كان التفسير اللغوي يشمل المعنى الأول أيضا ولكن يبدو لنا أن الخذلان عبارة عن خصوص الموقف الثالث المحور الثاني آثار الخذلان الخذلان الذي هو ظاهرة عامة أغلب الأفراد لا يتخذون الموقف الأول موقف التخريب والإفساد ولا يتخذون موقف المناصرة والإسناد غالب الأفراد في أغلب المجالات يتخذون يتخذون الموقف الثالث في كل مجالات الحياة عندما ترفع هناك راية إصلاح في أي مجال من المجالات في المجالات الثقافية في المجالات الاجتماعية في المجالات الدينية في المجالات السياسية عندما ترفع راية إصلاح أغلب الأفراد يتخذون الموقف الثالث موقف الحياة ما هي آثار الخذلان؟ الخذلان له آثاران مترتبان الأثر الأول فشل الحركة الإصلاحية الحركة الإصلاحية في أي مجال من المجالات تحتاج إلى إسناد هناك أفراد يحملون الراية في أي مجال ربما هؤلاء الأفراد يستعدون أن يضحوا حتى بأنفسهم ولكن الفرد الواحد المجموعة القليلة إذا لم يكن وراءها من يسندها إذا لم يكن وراءها من يدعمها تفشل هذه الحركة بل يمكن العوامل الغيبية تتدخل وتنصر الحركة الإصلاحية ولكن سنة الله سبحانه وتعالى في الكون عادة أن تجري الأمور بأسبابها هذا الفرد الواحد هذه المجموعة القليلة التي اقتحمت هذا الميدان الإصلاحي رفعت هذه الراية ولكن الكل يتفرجون الكل ينظرون ولا يسندون النتيجة أن هذه الحركة الإصلاحية تفشل في تحقيق أهدافها يعني الهدف المتوقع الهدف المرجو لا يتحق هناك مثال معروف يقول الكثرة تغلب الشجاعة شجاع بطل مضحي ولكن عندما يحيط به الأعداء من كل جانب وماك هناك إسناد بالنتيجة الكثرة تغلب هذه الشجاعة أبو ذر على أسر الخذلان يموت جوعا كم واحد مسلم في ذلك الوقت كان أكو موجود مئات الألوف من المسلمين ولكن خذل أبو ذر أبو ذر ما كان يبحث عن مال أو منال أو سلطة كان يريد الإصلاح عندما خذلوه عندما كل واحد راح إلى بيته وأغلق الباب على نفسه عندما كل واحد يقول ما لنا والدخول بين السلاطين بالنتيجة أبو ذر في صحراء الربذ يموت جوعا ما أعلم شايفين واحد يموت جوعا هذا كم يوم يجب أن يظل جائعا حتى يموت من الجوع ومات قبل ذلك ولده أمام عينيه أثر الخذلان مسلم بن عقيل يقتل في الكوفة وهاني ابن عروة أثر ماذا؟ أثر الخذلان سيد الشهداء صلوات الله عليه يستشهد والصفو المنتجب في كربلاء أثر الخذلان المفكر لا يتمكن أن يحقق هدفه في الحياة لأنه ماك هناك إسنات أنقل لكم هذه القضية وإن كانت قضية عرضية إذا شفت واحد يحمل راية في مجال من المجالات المجتمع يجب أن يقف وراءه يجب أن يسنده إذا شفت واحد يحمل الراية الحسينية المجتمع يجب أن يقف خلفه لا أن يتركه وحيدا في الميدان إذا شفت واحد يحمل الراية المهدوية قفوا خلفه ودعموه لا تخلوا وحده في الميدان من يتمكن بطاقاته المحدودة أن يحقق هذا الهدف إذا شفت واحد حامل راية إصلاح قفوا خلفه أسندوه هذه القضية نقلها لأحد العلماء عن والده لعل هذه القضية تعود إلى قبل يمكن ثمانين عام أحد المفكرين الكبار ما أذكره مفكر يعيش بينكم يجب أن يسند هذا المفكر مؤلف الآن كم من المؤلفين عندنا في العالم كتبهم تظل في البيوت ليش لأنه المجتمع كثير يعني ما أقول الكل لا يسند المؤلفين هذا الكتاب يجب أن يطبع العلامة الحلة عنده ألف كتاب وين كتبه كتب أغلبها ضاعت ما أعلم الآن مئة كتاب من كتب العلامة الحل مطبوعة وين البقية مو معلوم ضاعت في مكتبات الغار السيد عبد الله شبار له مؤلفات كثيرة وين مؤلفاته هذه الجهود الفكرية يجب أن تثمى لاحظوا الآخرين كيف يفعلون تجاه مفكريهم علماءهم شلون يكرموهم شلون يخلدون آثارهم العلامة الحلة رحمه الله أرادوا قبل فترة في العراق أن يطبعوا كتاب من كتبه كان في هذا الكتاب معادلات رياضية معقدة ترتبط بباب المواريد الميراث ما تمكنوا أن يحلوا هذه المعادلات ذهبوا إلى جامعة بغداد أساتذة الرياضيات في جامعة بغداد ما تمكنوا أن يحلوا هذه المعادلات قالوا يجب أن تذهبوا إلى الجامعة الكذائية في بلاد الغرب هناك لعله يتمكنون أن يحلوا هذه المعادلات مثل هذه العقلية عندنا قضى عمره وحياته بالنتيجة جهوده وأتعاب كلها تضيع ليش؟ لأن المجتمع لا يسند لأن المجتمع لا يدعى أحد المفكرين الكبار هذا العالم نقل لي عن تلميذه هذه القضية ولو هذه القضية في بعد آخر يقول في يوم من الأيام كان هذا الأستاذ الكبير المفكر فوق منبر التدريس يدرسنا وفجأة جاء ولده ودخل واخترق المجلس ووصل إلى والده وهمس في أذنه ببعض الكلمات وإذا بهذا العالم الكبير يتغير لونه غير لونه ثم قال لولده شيئا الولد خرج كان في زاوية إناء فيها ماء فرفع هذا الإناء كانوا جايبين هذا الإناء للتلامير حتى يشربون ماء فرفع هذا الإناء وأخذه إلى الداخل فتعجبنا يقول بعد هذه القضية أيضا فكر الأستاذ تشتت ولم يستطع أن يواصل البحث والتدريس كأسلوبه المعتاد تشتت تشتت أفكار فيقول واحد مننا سأل الأستاذ شنو كانت القضية فلم يقل شيئا على كل حال حققنا وحققنا أنه شنو كانت القضية إلى أن انكشف الموضوع هذا المفكر الكبير على أثر الفقر الشديد سابقا حنفيات أنابيب إسالة ما كانت في البيوت فكان هناك شخص يجيب الماء للبيوت كم يوم هذا الذي يأتي بالماء إلى البيوت لم يأتي بالماء لأنه هذا ما عنده ثمن ما هذا المفكر العالم الكبير ثمن ما ما عنده تراكمت القروض وتراكمت وتراكمت ذاك الرجل قال أنا بعد ما أجيب لكم ما إجيبنا قال الآن جاءنا مجموعة من الضيوف في الداخل في بيتنا أي شيء ما كنو نقدمه لهؤلاء الضيوف هل تأذن أنه هذا الماء الموجود هنا نأخذه حتى أضيف ضيوفنا في الداخل بالماء قال ما يخالف مفكر كبير لا يملك ثمن ماء في بيت خطف لونه العالم وبعد كم يوم مات أيضا ما أدري مات على أثر الجوع هذا العالم أو على أثر ماذا عالم كان يعيش في بلد بعد فترة خرج من تلك البلد جاء أهل البلد يودعون وهم يبكون لأن وجود هذا العالم كان منشأ للخيرات والبركات في تلك البلد وأخذوا يبكون مضمون القضية لعله على هذا النحو واحد منهم قال له لماذا تخرج من هذه البلد فقال العالم أنا إذا كان عندي ثمن غداء أو عشاء ما كنت أطلع من هنا العالم هو يتحمل العالم هو مضحي ولكن زوجته إذا ما عند غداء في بيته ما عند عشاء في بيته كيف يقنع زوجته زوجته تفهم زوجته مضحية مثله أولاد يفهم ذلك يجي بالليل خبز ما عند بالبيت ماذا يقول لأطفاله المجتمع عندما لا يسند العلماء أنا لم أكن كلامي في هذا البعد أنا كان كلامي في أن العالم المفكر الذي يرفع راية إصلاح يجب دعمه في ذلك المجار إذا المجتمع ما دعمه تفشل حركته ما يتمكن أنبياء الله كانوا يقتلون قال في تلك الآية الكريمة أو آوي إلى ركن شديد عندما نبي الله ما عند ركن شديد يأوي إليه في الآية الأخرى ولولا رحتك لرجمناك لأنه أكو جماعة يدافعون عنك يحامون عنك إذا ما كان هذا كنا نرجمك نبي الله يرجم إذا ما كو جماعة وراء أنبياء الله كانوا يقتلون في الأحاديث الشريفة أن اليهود كانوا يقتلون سبعين نبيا بين طلوع الفاجر إلى طلوع الشعر سبعين نبي ثم يفتحون دكاكينهم وكأنهم لم يصنعوا شيء عندما النبي لا يكون له إسناد ما يتمكن يحقق هدفه ما يتمكن يحقق مهمته فالأثر الأول للخذلان فشل الحركة الإصلاحية الأثر الثاني للخذلان هيمنة المفسدين على الحياة المفسدون يأخذون أزمة الحياة الآن يمكن يقول فليكن أنا مشغول بتجارتي فليأخذ المفسدون زمام الحياة أنا مشغول بسيري فاطلبوا للأمر غيري واضح عندما المفسدون أخذوا زمام الحياة الله تعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته الفاسد المفسد يفسد الحياة يدمر الحياة يخرب الحياة عندما البعثيون يستولون على العراق يدمرون الحياة المفسد طبيعته إفساد كل شيء لا يدع فكرا ولا يدع ثقافة ولا يدع اقتصاد ولا يدع تجارة كم من التجار أعدموهم في العراق ما يتمكن واحد يقول أنا بمنحة عن هذه التأثيرات أنا ماشي في دربي في طريقي المفسد يدمر الحياة بكل مناحي وبكل جوانبه كم من التجار أعدمو في العراق في قضايا مطولة النبي صلى الله عليه وآله في حديث يروى عنه أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلط الله عليكم شراركم ثم تدعون ليش تدعون لأنه هذا الشرير إذا هيمن يدمر الحياة لا يبقي لها قائمة ثم تدعون فلا يستجاب لكم علاج الواقع يجب أن يكون قبل الوقوع مو بعد أن انتهت القضية إذن هناك أسران مترتبان الأثر الأول للخذلان فشل الحركات الإصلاحية الأثر الثاني سيطرة المفسدين على مقاليد الحياة وتدميرهم للحياة الصديق الكبرى صلوات الله عليها قالت لأولئك المتخاذلين قالت فبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاش يدع فيئكم زهيدا يأثر حتى في المجال الاقتصادي والتجاري وفي جانب آخر قالت صلوات الله عليها ثم احتلبوا ملء القعب الدم عبيطا هم ذولاك اللي خذلوا الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا جرى عليهم وعلى اولادهم في وقعة الحرة في بقية القضايا التاريخية ونختم كلامنا بالمحور الثالث وهو ان المؤمنين في العراق الجريح الآن يمرون بمحنة كبرى يخوضون صراع متعدد الأبعاد صراع مع الطبيعة الذين ذهبوا إلى هناك ينقلون في الشتاء العوائل الفقيرة لا تستطيع شراء الوقود بذلك الثمن المرتفع اللي ما عنده وقود يجب أن يرجف في الشتاء من الليل إلى الصباح قبل فترة ما أدري في أي بلد من البلاد عائلة وقود ما عندهم عندهم طفلة صغيرة الصبح قاموا ووجدوها ميتة من البارد طفلة ما دي ستة شهور ثلاثة شهور في أحد البلاد نشروا عنها كم من الأفراد في العالم يموتون من البارد من ما عنده في الحر اللي ما عنده وسائل يجب أن يعاني هذه معاناة مع الطبيعة صراع مع المشكلات الاجتماعية اللي خلفتها الأنظمة الطائفية العنصرية المتعاقبة على حكم العراق من ثمانين عام إلى قبل أربعة أعوام تقريبا المشكلات الاجتماعية الآن كما في بعض التقارير أكو هناك في العراق خمسة ملايين يتيم يعني تقريبا خمسة الشعب العراقي طبق هذا التقرير من الأيتم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في الشعر المروي عنه ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغري قد ما تم والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر ماكو واحد خيمة ماكو علي فرد فرد بلا حماية إذا واحد في صحراء يعيش ما هو إحساسه وشعوره أنه ما عنده حماية إذا أنت في صحراء ما عندكم لا بيت لا مأوى لا سلاح تشعرون بعدم الحماية ماكو حماية اليتيم هذا الشعور أنه ماكو حماية طبقا للتقرير في العراق يوجد مليونة أرملة مليونية صراع مع المشكلات الاجتماعية صراع مع مؤامرات المستعمرين إحنا لن نصور أن المستعمرين أصدقائنا المستعمرون لهم مصالحهم هم يصرحون بذلك يقولون إحنا جايين لمصالحنا لحماية مصالحنا ما جايين لأجلنا ما جايين قربة إلى الله سبحانه وتعالى الحركة اليهودية العالمية لها مطامع ولها مؤامرات الإرهابيون دا يدمرون العراق ويحاولون جره إلى حرب أهلية إذا في محلة يوجد هناك إرهابي واحد أنت بالليل لا تتمكنون لا تأمنون على أنفسكم لا تأمنون على عائلتكم فكيف والعراق الآن القوى الأجنبية ملأتها بالإرهاب والإرهابيين قبل عدة أيام نشروا أنه جاءت جاءوا قبل يمكن ثلاثة أيام أربعة أيام بمئة جثة نساء أطفال شيوخ رجال مقيد الأيدي إلى ظهوره ومقطوع رؤوسهم ما يعرفون منه هذا الرجل من ينجاي هذا الطفل يتعلق بأي عائلة ودفنوهم في المقبرة في كربلاء ميت واحد ما أدري أنتو عشتوا وضع عدام الأمن أي حالة واحد يشعر بها حالة عجيبة حالة الشعور بنعدام الأمن واحد يشعر أنه أمان ما عنده بعد دقيقة يمكن يقتل الاعتداء على المقدسات تلك البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه البيوت التي أمر الله سبحانه وتعالى برفعها وتعظيمها واحترامها هذه المقدسات الآن كلها في معرض التهديد إحنا ما قلنا دعوش نقعد متفرجين ما عندنا وظيفة وظيفة شرعية وظيفة إنسانية في حديث شريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا الحديث مذكور في كتاب المحاسن المجلد الأول صفحة تسعة وتسعين الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما من مؤمن يخذل أخاه خذلان تفرج تفرج مخذلان يعني ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخر هذا أثر خطير الخذلان إحنا كل شيء ما عندنا بعناية الله سبحانه وتعالى بلطف الله بنظر الله إذا الله يسلب نظره يسلب عنايته إحنا كل شيء ما عندنا لا عندنا الدنيا ولا عندنا آخر الذي يخذل أخاه ولا ينصره الله يخذل هذا الخاذل في الدنيا والآخر نحن يجب أن نفكر في إسناد المؤمنين في العراق وفي دعمهم في صراعهم مع الطبيعة في صراعهم مع المشكلات الاجتماعية في صراعهم مع المتآمرين هل نتمكن؟ نعم كل واحد يتمكن أن يكون له دور طبعاً الأدوار تختلف يمكن واحد يتأتى منه دور كبير يمكن واحد ما يتمكن في الحديث أن الشطيطة المعروفة هذه على ما أتذكر دفعت درهم درهم واحد وعندما جاء الواسطة إلى الإمام الإمام أخذ الدرهم وقال إن الله لا يستحي من الحق شطيطة بإمكانها أن تدفع درهم واحد هذه قدرتها تساهم بهذا المقدر ينقل أحد القادة أنه كنت أذهب إلى حرب القضية قديمة وإذا أرى في الجيش شيخ هرم حاجبه من كبره سقط على عينيه هذا لازم يقعد في بيته فقلت له أنت شيخ كبير والله تعالى وضع عنك الجهاد فقال كيف وضع الله عن الجهاد وقد قال الله تعالى إنفروا خفافا وثقالا خفيف شاب مثلا ثقيل رجل عند عائلة رجل هرم لعله كان جهاد دفاعي اللي يشترك فيه الجميع على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية ثم جاءتني امرأة في أثناء الطريق ودفعت لي شيئا فتحت ذلك الشيء الكيس مضمون القوية وإذا بي أجد خصلات من الشعر قالت هذه المرأة أنا رأيت أنني لا أتمكن أن أساهم إلا بخصلات من شعري تأخذونها وتضعونها في زمام خيول المجاهدين هذه مساهمة ثم جاءني طفل في ميدان المعركة وطلب مني ثلاثة سهام في قضية مطولة الشيخ يشترك المرأة تشترك الطفل يشترك كل واحد يمكن أن يكون له دور أنا أذكر قبل فترة قبل تقريبا عشرة أعوام جماعة اهتموا لتأسيس حسينية فجاءت هناك الطفلة هذه كانت أول متبرع لتلك الحسينية ودفعت عشرين دينار يمكن كان هذه كل ثروتها قالت هاي مساهمة مني في بناء هذه الحسينية طفلة أول من يساهم في صرح حسينية والآن هذه الحسينية حسينية عامرة بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وتقاموا فيها مجالس الوع والإرشاء كل واحد يمكن أن يكون له هذه القضية مذكورة في التاريخ ننقلها أيضا أنه كان واحد من الكبار يساهم في مساعدة المجاهدين في سبيل الله وكان يعطيهم خيولهم في الحروب القديمة في يوم الأيام جاء إلى بائع الجياد وطلب منه أن يعطيه خمسين من الجياد والجياد في ذلك الوقت كان لها ثمن باحث أخذ منه الجياد ودفع له الثمن في أثناء الحركة حركة مجيء هذا الرجل الكبير هذا بائع الدكان لاحظ أنه هذا في طريق أحيانا ينحني ويحمل أشياء من الطريق فعندما باعه وأخذ الثمن قال شنو كان هذا العمل منك قال أنا في الواقع أجمع النفايات ثم ثم أفرزها وأبيع كل صنف منها إلى صاحبه وكل هذه الخيول التي اشتريتها منك من ثمن ما كنت أجمعه إذا إذا تردون تعرفون كيف أنه يمكن أن يصنع شيء من هذا القبيل لاحظوا كتاب الإمبراطورية التجارية هذه كانت البداية ثم صنع هذا الرجل الإمبراطورية تجارية تلك كانت البداية كان يجمع النفايات من الطريق ثم صنع إمبراطورية تجارية تحتوي على ستين ألف عام وهذا الرجل فكل واحد يمكن أن يكون له دور في القضية الآن المؤمنون في العراق يجب أن يدافعوا عن بيوته بيوتهم مهدد بسيارة مفخة يجب أن يدافعوا عن أعراضه يجب أن يدافعوا عن أمواله يجب أن يدافعوا عن دمائه يجب أن يدافعوا عن دينه يجب أن يدافعوا عن مقدساته نحن ينبغي أن لا نكتفي بدور المتفرج أو المتألم أو نكتفي بالدعاء وحده وإن كان الدعاء مهما جدا الدعاء جدا مهم ولكن يكفيك من الدعاء مع العمل ما يكفي الطعام من الملح الدعاء ملح الطعام يجب أن يكون مقرونا بالعمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وأن ينجي المؤمنين في العراق وفي كل مكان من كيد الظالمين وأن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر